معاك ناقة. والله العظيم. بعد كده قلت محدش هيمد ديده على رقابتي يخسرها غيره. اهلا يا فارج ازايك. بس اخل ما يلوش على عاملتك يعمل طبعا النجمة. نعمل للا خارس. بس في رقابتها بس عمللها مشكلة كده هنشطحها برده دماغ. تعملي صداع كده. خليني ما بشوفش. وببقى متضايقة جدا جدا ان انا فعلا ببقى يعني تمثيل طبعا مش كده دكتورة. اكيد اه. طيب احنا هنبتدي نعمل دلوقتي لقلاجة طبيعي بس انا عايز هاسألك في اسناء محاضرتك بتشتغل. اه انا يعني كتير عملت علاج طبيعي بتعمل بالماشين. معظم الناس بتعمل بالماشين. اعايز اعرف ايه يعني فايدة جيدك انا ريحتني انا بتشتغل بطريقة معينة. هو طبعا ينفر كتير بين المانوال سيرابي اللي هو اللي بشغل المانوال. فقدر تشير سمحت لك. اه اه. في فرق كبير بين المانوال سيرابي وبين الاجهزة. بس طبعا اللي بيحدد ايه الافية للمريض. اهم حاجة في الموضوع الاساسمنت الصح من الاول. يعني الفحص الدقيق للاي مريض بيشتكي من اي حاجة. لازم نفحص المريض كليا ونشوف المشكلة دي سببها ايه. يعني مسلا اه سيد وفاق مسلا بتشتكي من صداع. يعني مش عارف سبب الصداع ايه. اه لما جينا فحصنا لان انا بيعفين فيه شد في ظهرها وفيه شد في الفقرات العنقية في رقابتها في العضلات بتاعت الفقرات العنقية. هو ده لسبب يعني ممكن يكون سبب رئيسي للصداع وناس كتير مش عارفة ان ممكن يكون لسبب صداع هو الشد العضلي ده. الشد العضلي بيعمل تقلصات العضلية دي بتضغط شوية على الاوريدة والشاريين اللي رأي وصلة للمخ. فبتخلي الدم ما ما يوصلش بالنسبة المطلوبة للمخة بيسبب صداع ممكن ده خلالها. هل التدخين ممكن يأثر على نسبة الاكسوجين في وصوله للمخ برضه? طبعا عند الناس بالذات اللي شابه سجاد كتير ده طبعا يأثر ممكن يعمل صداع برضه ده خلاله بنفس نفس السبب ان الاكسوجين ما بيصلش للدرجة الكافية للمخ. آآ فطبعا برضو كل الحاجات دي لازم تتاخد من المريض من اول زيارة ويتعرف الهسر بتاعه كامل عشان نعرف المشكلة بالزاب سبابها ايه ونبدأ نعليها. هو ده اللي تم ان شاء الله معنا دلوقتي ان احنا يعني يعني تعيبها من الحمد لله من اول جلسة والنتيجة ملحوظة. الحمد لله وجبنا نتيجة كويسة جدا. وان شاء الله مكملين يعني المشكلة بسيطة طبعا عشان ما تيلقوش عليها. ازاي القلب كويسة جدا طبعا. عوامل السن طبعا يعني والحاجة تكتصير. لا 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 طبعا ميقدرش بالكلام ده. بس يا طبعا المشكلة برده الناس كتير اي حد بيسوق كتير او اه قاعد على مكتب فترات طويلة بيكتب بيعمل اي مجبود فترات طويلة معرض ان يحصل شرط. انا بقول كتير فعلا يعني انا مسلا ممكن اهو دقرة سبعة تامن ساعات مع بعض. ساعات ممكن اهو. دي بقول لحاجة دي ناس كتير ممكن تكون بتعمل بعدات السياءة الاسنائي اليوم مش قدين بالها من طب انت انت شايف دكتور من وجهة نظرك ان انا لو جيت قعدت على مكتبي اقرأ. اه. ايه الوقت اللي كفاية اقول فيه اراية واقومت ابتز يتحرك وكده يعني. او صحيا طبعا نفوض نص ساعة. يعني الوضع للسفات صحي لاي وضع. سواء اه حد قعد على المكتب نص ساعة وممكن يعمل اه تمشية خفيفة ويرجع والتاني. او لو واقف برضو نص ساعة. انت كمان قلتلي يا حضرتك انت انا لو جالي تليفون ابقى بتكلم في تليفون وانا بتمشى. ايه تمام دي مش مشكلة عايدة ممكن اتكلم في تليفون وانا بتتمشى. انا معودش عاملة كده عاملة كده بالزبط يعني. عشان ده غلط. عشان ده غلط طبعا بيعمل شرط في الجنب. ممكن اعمل شرط في الجنب عن. وكنت كمان حذرتني من السوشيال ميديا ان انا ممكن ابقى قاعدة مسكة تليفون عاملة كده. طول الوقت. طبعا دي كلها اوضاع غلط. المفوض القاعدة الصحية تكون قاعدة على لو قاعدة فترة طويلة تكون قاعدة على كرسي. الرجلين على الارض. الربة زاوية تسعين. مفصل الخط زاوية تسعين. الظهر مسنود على الكرسي. قلهم يدخلوا على صرحتك احنا منشنين اه علشان لو كده. تنزل لهم بالطريقة الصح. ممكن طبعا احنا منشنين اسم في في مكانة على فترة امن جدا يا يا جماعة. طبعا انت بالزبط طبعا عشان تنورونا وطبعا عشان اصدوا وفاية ده اي حد هيجي من من طرفها يبقى الكشف مجانا بحيث ان احنا نقاها نحدد المشكلة بتاعتكو اه في ايه بالزبط ونبدأ ان نشتغل ان شاء الله على البرنامج المناسب لهم. ان شاء الله. وعلى فكرة اسعار مش غالية وانا شايفة ان المكان لطيف ونظيف كمان جدا انا انا انش خسين بخاف قوي وببقى قلقانة جدا جدا لو رحت في اي حتة عملت اي حاجة بتاع يعني انتو شايفين احنا بالكمامات وهنا على طول حتى المحتوط على طول المطهرات برا يعني الناس هنا زي الفل وبعدين اللي لفت نظري ما شاء الله ما شاء الله ان احنا عندنا ناس من كل دول العالم بتيجي هنا في دور في السنتر هنا انا شايفة ما شاء الله الاصابات اصابات كتير وبتبقى الحمد لله احنا كويسين بتيجي اصابات تقيلة وانا يعني على العالم وشفت في اصابات حوابث ربنا كرمك فيها وحققت يعني حاجة كويسة يعني حتى عرفه يعني. وان شاء الله نكون عند خاصة نظامنا الجميع ان شاء الله. ربنا الكرامك ان شاء الله يا دكتور وان شاء الله بازن الله ان شاء الله. لو اي حد عنده سأل ممكن اسألني في كومنت مسلا او يبعتلي او يجي لي شرفني فورفين احنا نشتغل او نقيم. ان شاء الله هدد بسه جدا وان شاء الله بازن الله احنا هبتدي بقى العلاج الطبيعي التاعي. اهو رفعت شعري. والدكتور بيشتغل بيء دي. اهي يلا. طيب بصفنا هنسترجع نصبت الموبايل فاطل. لا لا انت بصي انت تعالي بقى انت اللي هتمسكي تليبي كده. اهي. مو قرد عادي. لا بس عشان الناس تشوف انت بتشعر ازاي. طبعا المشكلة عندنا الشد العضلي في العضلات بتاعت الرقبة في الناحية تاني. هي دي طبعا الشد بيبدأ من اول هنا. من اول الجنجمة من ورا. هو الشد بيبدأ المستمر لحد ممكن يسمع لحد اللي كتاف. الشد ده هو اللي ممكن يسبب يكون سبب رئيسي للصدع. طبعا لازم العضلات دي كلها بتعمل لها طبعا احنا بدقين الاول ما نوضع اللي وهي قاعدة على الكرسي وبعد كده هنتنقل على السرير. عشان نكامل. بس بس الاول من العضلات. بعد كده اتنين على السرير. يا تادي تستطيع منها كده ان الصدعات المؤثر على المنزل. طب تتكلم الناس عن عن ميت حتى العضلات. طب تتكلم الناس عن عن عامات حتى العلاج الطبيعي.